بسم الله الرحمن الرحيم أعلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم أحد التمات الجديدة والبسيطة التي يمكن تطبيقها كأحد التغيرات الجديدة على سطح المكتب في ويندوز 11 قائمة استارت بشكل دائري مع تأثيرات المايكة وتطبيقات بدون تسميات أيضا شريط المهام مقصر مع حواف دائرية وتصميم جديد مختلف للساعة والتاريخ على شريط المهام ومركز الإشعارات والقائم السريعة ومستكشف الملفات والساعة الديناميكية بشكل مستمر أو بشكل دائم على سطح المكتب لبدء تطبيق هذا السيم عندك على ويندوز 11 طبعا كل المرفقات هتكون موجودة أسفل هذا الفيديو نبدأ في تثبيت أداة الويند هوك طبعا هذه الأداة أمينة جدا مش بتستهلك أي شيء من موارد النظام أو بشكل عام كل هذا السيم مش بيستهلك أي شيء من موارد الجهاز طبعا الأداة تكون عندك دابل كليك عليها بعد ذلك نكست نكست ثم هفنش وهيتم تثبيت الأداة عندك بعد ذلك هتفتح معاك بهذا الشكل هتضغط هنا على تبويب إكس بلورر بعد ذلك هنحمل بعض الأدوات من هنا من داخل الأداة أو أول شيء الويندوز 11 ستارت منيو ستيل اضغط على ديتيلز بعد ذلك اضغط على انستول ثم اكسيبت وانتظر ثاني بسيطة هيتم تثبيت الأداة معاك بعد الانتهاء من تثبيت هذه الأداة طبعا في المجلد اللي انك هتحمله ويكون في عندك بعض الأكواد اللي هنستخدمها داخل هذه الأداة هنفتح أولا كود ستارت منيو دابل كليك عليه بعد ذلك كنترول وإي حدده ثم كوبي بعد ذلك ارجع إلى الأداة مرة أخرى اضغط هنا على تبويب أدفانس بعد ذلك احذف هذا الكود حدده كنترول وإيه ثم اعمل له ديليت وكنترول وفي الصق هذا الكود هنا بعد ذلك هنا في هذا المكان أو في هذه الجزئية هنكتب search host.exe بنفس هذا الشكل بعد ذلك اضغط على save هنا ثم بعد ذلك اضغط على save هنا للكود بعد ذلك دي هيكون شكل قائمة ستارت معك بنفس هذا الشكل شكل ممتاز جدا آيكونات البرامج اللي انك مثبتها في قائمة ستارت فقط بدون المسميات طبعا ده أو هذا الشكل بيكون أفضل بعد ذلك كالعادة بالنسبة لضقة الشاشة لو انك لقيت هنا آيكونة الحساب وآيكونة الطاقة مختفية هترجع هنا إلى الأداب بعد ذلك tab web settings ثم بعد ذلك انزل حاجة بسيطة أو انزل شوية كده عند هذا الخيار اليوزر tile view وخلي هذا الرقم ال 1290 1160 بعد ذلك اضغط على save ثم انزل حاجة بسيطة جدا وهتلاقي هذا الخيار bar option view خلي هذا الخيار أيضا 1160 بدل 1290 ثم اضغط على save وهتلاقي ان قائمة start زبطت معك بقت آيكونة الطاقة وآيكونة خيارات الحساب في مكان مناسب بعد ذلك هترجع بقى إلى الأداء اضغط على تبويب بعد ذلك هنحمل أداة task bar height and icon size اضغط على details بعد ذلك install أيضا ثم accept وانتظر أيضا ثاني ببسيطة يتم تثبيت هذه الأداء بعد تثبيت هذه الأداء اضغط على settings ثم بعد ذلك هنا الحجم الخاص بالآيكونات حدد هذا الخيار وخليه 22 بعد ذلك الخيار اللي تحته حدده وخليه 56 أيضا الخيار اللي موجود تحته حدده وخليه 48 بعد ذلك اضغط على save بعد ذلك هنتوجه هنا إلى تبويب مرة أخرى نحمل أداة وانتظر 11 task bar style اضغط على details ثم بعد ذلك install وaccept وسوني بسيطة يتم تثبيت هذه الأداء أيضا بعد تثبيتها توجه إلى الأكواد افتح الكود الخاص بال task bar style ضب الكريك عليه وcontrol وإيه حدده ثم copy بعد ذلك ارجع إلى الأداء تبويب advanced بعد ذلك احزف هذا الكود control وV الصق الكود الجديد وSave وده هيكون شكل شريط المهام معك بعد ذلك هنتوجه مرة أخرى إلى تبويب إكس بلورر هنحمل أداة task bar clock customization اضغط على details بعد ذلك install ثم accept وانتظر أيضا ثانية بسيطة يتم تثبيت هذه الأداء معك أيضا بعد تثبيتها توجه إلى الأكواد افتح الكود الخاص بالساعة بالclock ضب الكليك عليه ثم control وإيه حدده وبعد ذلك copy وتوجه إلى الأداء أيضا اضغط على تبويب advanced تحدد هذا الكود control وA وdelete وcontrol وV الصق الكود الجديد وSave وكده هتكون شكل الساعة معك على شريط المهام بعد ذلك أيضا وفي الأخير هتضغط على تبويب اكس بلورر هنحمل هذه الأداء الwindows 11 notification center اضغط على details بعد ذلك اضغط على install ثم accept وبنفس الكافية السوارة بسيطة هتم تثبيت هذه الأداء معك بنفس الكافية توجه إلى الأكواد الكود الخاص بالnotification افتحه حدده control وA ثم copy بعد ذلك ارجع إلى الأداء أيضا واضغط على تبويب advanced وحدد الكود اللي موجود وcontrol وV اصق الكود الجديد وSave وكده هتلاقي عندك notification او قائمة الإشارات اصبحت بنفس الشكل ولكن بشكل دائري أفضل من الشكل اللي موجود أيضا قائمة الاعدادات السريعة تكون بنفس الشكل ولكن بشكل دائري أفضل كذلك الحال عنده تضغط كليل كيمين على أي تطبيق من شريط المهام قائمة الوصول السريع هتكون دائرية بشكل أفضل بعد ذلك هنتوجه إلى المجلد بتاعنا هيكون في عندك هذا المجلد release 64 الخاص بشفافية مستكشف الملفات هيكون الملف مضغوط بيهذا الشكل كليل كيمين عليه بعد ذلك extract all لفك الضغط عنه ثم extract بعد ذلك هيتم فك الضغط عن هذا المجلد هتفتحه وهايكون بداخله هنا الايكونة دي register دي الخاصة بتمكين الشفافية على مستكشف الملفات كليل كيمين عليها شغلها كمسؤول run as administrator ثم yes او اضغط هنا على more info بعد ذلك run anyway ثم yes واسا بسيطة هيتم تطبيق التغيرات على مستكشف الملفات اضغط على اوكي هيعمل سطح المكتب عندك قعد التشغيل او مستكشف الملفات هيعمل قعد التشغيل صاري بسيطة يرجع يشتغل تاني ودلوقتي لو انك فتحت مستكشف الملفات هيكون شفاف بهذا الشكل دلوقتي قلينا نغير الخلفية بحيث ان الشكل يكون افضل على سبيل مثلا نستخدم هذه الخلفية طبعا امر متروك لك تقدر انك تعين خلفياتك زي ما انك عايز زي ما انكم شايفين ده يكون الشكل النهائي الخاص بمستكشف الملفات كذلك الحال بالنسبة او بشكل عام بالنسبة لقيمة ستارت ايضا بالنسبة لمركز الاشارات هيكون فيه توافق او هيكون الشكل افضل معاك على سطح المكتب بعد ذلك هترجع مرة اخرى الى نفس المجلدة هتكون فيه عندك اداة الرين ميتر ده بيكريك عليها بعد ذلك اوكي ثم بعد ذلك سوني بسيطة يتم تثبيت هذه الاداة ايضا بعد الانتهاء من تثبيتها اضغط على فنش هتلاقي فيه عندك بعض البطاقات ظهرت على سطح المكتب كليك يمين عليها بعد ذلك اعمل ازالة لهذه البطاقات من سطح المكتب عندك بعد ذلك توجه الى المجلد بتاعنا هتلاقي فيه عندك هذا المجلد خدو كوبي بعد ذلك توجه الى او من جزء التنقل على اليمين افتح هتلاقي بداخله اداة افتحها بعد ذلك افتح هذا المجلد واعمل لصق هنا لمجلد الكولوك او بعد ذلك افتح الاداة من مربع او من صندوق التطبيقات ضغط عليها يتم فتحها اضغط هنا على هيبتدي اضغط على السهم اللي موجود جنبه ثم السهم اللي جنب بعد ذلك حد دازيل ايكونة بعد ذلك اضغط على ثم بعد ذلك من هنا من البوزيشن اضغط عليها وخليها دوس كتوب بعد ذلك اقفل الاداة ودي هتكون الساعة معاك على سطح المكتب تقدر انك توجهها او تحطها في المكان المناسب لك وده زي ما شفتم حضرتكم بكل بساطة السيم بالنسبة للساعة بالنسبة للخلفيات بالنسبة لقيمة ستارت كذلك حال شريط المهام ومركز الاشعارات ومستكشف الملفات ده الشكل في السيم الدارك دلوقتي لو اننا غيرنا الى الوضع الفاتح وده كده هيكون ايضا شكل السيم معاك بالنسبة في الوضع الفاتح بالنسبة لما استكشف الملفات في الوضع الفاتح ممكن انك تحس ان الشفافية مش ظهرة بشكل سليم فهتتوجه الى المجلد الخاص بالريليز افتحه بعد ذلك هتلاقي عندك هذا المجلد الكونفج كليك يمين عليه بعد ذلك اعمال له بعد ذلك هنا توجه عند هذا الخيار عدل هذا الرقم من متين الى مية وخمسين ده اللي بتحكم في الشفافية تقدر انك تقلل الرقم او تزود الرقم زي ما انك عايز بعد ذلك اضغط على فايل ثم سيف وقفل هذا المجلد بعد ذلك اقفل مستكشف الملفات وافتحه مرة اخرى هتلاقي ان الشفافية بقت افضل بعض الشيء بالنسبة لمستكشف الملفات وكالعاد ايضا لو انك حبيت انك تتراجع عن هذي الطائرات بالنسبة لاداة الويند هك هترجع ليها من تبويب هوم هتلاقي عندك كل الادوات اللي تم تثبتها تقدر انك مجرد انك هتقفل اي منها هذي الازرار هيتم تتراجع عن الطائرات وتقدر انك تعمل ازالة للاداة بشكل كامل من عندك من على جهاز الكمبيوتر ايضا هيتم تتراجع عن كل هذي الطائرات بما في ذلك بالنسبة لمستكشف الملفات لو انك رجعت الى مجلد ارليز اكس اربعة وستين بعد ذلك انك فتحته هتلاقي بداخله هنا ايكونة او الغاء التذبيت كليك من عليها وشغلها كمسؤول هيتم التراجع عن ارشاف فيها الخاصة بالمستكشف الملفات وطبعا توجه الى التطبيقات احذف اداة هيتم ازالة اللي ساعة من سطح المكتب بس كده هركم هو ده كل ما في الامر ما تنساش من دعم هذا الفيديو برايك ولو عندك اي تعليق او اي استفسار اقول لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته